ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فرضيان اربعة فقط واللي حنقم بي هو نسخها نفسها في هذا المكان وبعدها مثلا اغير بعض الاشياء مثلا بالأي اعمل هكابتل التار اثنان مثلا اثنان مثلا اعمل هياد فقط وباقي اتركه كما هو اللي حقم بي هو استخدام فنكشن معينة هتقوم بتقارن هذا الاسم او هاي القيمة في هذه الخلية هل تساوي هذه الخلية ام لا فاللي حنستخدمها هو عبارة عن اغزاكت فنكشن اسمها اغزاكت اللي هي هتقارن بين خليتين نحن نقوم بتقارن هذه الخلية مثلا فاصلة وهذه الخلية نغلق القوس طبعا النتيجة هتكون اما true او false وبعدها نسحب اوكي نلاحظ انه هم مثلا الاول والثاني لاحظة false اما true فهما بتشابه فانتركه فما عندنا اي مشكلة في هذه النتيجة اما المشكلة في هذه النتيجة لماذا تم انه هذا احمد علي وهذا احمد علي تم اعطاء false علي عمر وعلي ايات اثنائتهم اكيد يعني مختلفين فالذلك تم اعطاء false اما المشكلة فيه الاول فنلوحظ انه حرف A هو كاتلتها exact اللي هي هذي يعني ما معناه مماثل تماما بكل شيء وتكون جدا مهمة انه تلاعب بعض الاشياء حتى ان قرأت في كتب معينة او شيء اللي هو شيء اسمه case sensitive بمعنى انه الكابتل لتر من حرف الكبير والحرف الصغير يعطي فرق يعني هسه حاليا هو يشاهد انه هذه الخلية لا تساوي هذه الخلية بسبب انه حرف A capital حرف A small يعني هذا الفرق البسيط تعتبر فرق مهم في ذلك اعطى false هذا معنى case sensitive اما اذا تريد انه تبين فقط هل يساوي وعدم الاهتمام بال capital letter او small letter و الى اخره فتستخدم شيء جدا بسيط هو تعطي يساوي وبعدين تعطي الخلية الاولى تساوي الخلية الثانية enter بهذه الحالة اظهر true طبعا حيطي بس false بالثانية اللي هي فيها اسماء مختلفة اما في هذه الحالة مهتم الى حرف A capital او small بمعنى انه هذه الطريقة اذا كنت تريد تقارن من دون الاهتمام بحجم الخط يعني حجم capital او small حرف كبير او صغير اما هذا فهو مفيد في عملية كشف عن الاهتمام حتى بالcapital letter او small لنفرض فراضيا انه هذي العلي قمنا بحذف حرف A اللحظ انه الان اثنين هم false اذا رجعنا كتبنا حرف A small فاثنين هم هيعطون نتيجة true جدا اتمنى ان يكونوا جدا واضح وسهل واخر مثلا هذا عمر هيعطي ايضا false بس الثانية ستعطي true سبب انه مهتمت للكابتر لتاب احنا لجع الى small اعطي جميعها true اتمنى ان يكون هذا الشيء جدا واضح وشكرا لكم اخوكم بالفقر لكم اعطي جميعا اعطي جميعا لكم اعطي جد موسيقى شكرا